اعتقلت قوات الأمن الإيرانية أكثر من 300 متظاهر وتم نقلهم إلى جهة مجهولة وذلك بعد تجمعاتهم في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة طهران للمطالبة بحقوقهم وإطلاق سراح أحد زعمائهم المعتقل في أحد السجون كما أكد المتظاهرون أن تجمعاتهم كانت سلمية وذلك للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من قبل نظام الملالي واعتراضهم على الاضطهاد الممارس ضدهم وكان الأمن الإيراني قد أطلق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين مخلف عدة قتلى وعشرات الجرحى